اليوم المجموعة من التقارير والأخبار المتنوعة نبدأ من الأخبار ومقال لحظة صدق للكاتبة الصحفية الهام أبو الفتح مدير تحرير الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدق البلد واللي جي تحت عنوان مصر تألقات في تيكاد اليابان وأفريقيا قالت فيه شعرت بالفخر بمصرياتي وأنا معاطنة من قارة إفريقيا وأنا أتابع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر ورئيس الاتحاد الأفريقي عن قرب من مدينة أوهايو الياباني جاءت كلمة الرئيس جامعة شاملة وكانت بمثابة خريطة طريق أو إعلان يجسط طموح القارة في التقدم والتنمية أوضح خلالها أن مصر نقطة طلاقي وانطلاق أسواق أفريقيا وشرق الأوسط وأوروبا وطلب بتطوير ألمينيا التحتية في دول القارة والتوسع في استقدام التكنولوجيا الرقمية وتحدث عن طموحات القارة السمراء الاقتصادية واحتياجاتها وأنها سوق وعدة أكثر من 65% من سكانها من الشباب كما تحدث عن مصر وأنها نقطة انطلاق الدول الأفريقية إلى العالم ووصل دعمه للمرأة فتحدث عن المرأة الأفريقية ودورها المساند والرائد مع الرجل فكان معفقا في كل كلمة ونال احترام وحب الجميع استقبال إمبراطور اليابان بكل أدبه واحترامه الذي يميز الشعب الياباني لرئيس مصر في القصر الرئاسي كان رائعا وأيضا مشاركة الرئيس في حفل تقديم جائزة الطبيب هيدويو نوجوتشي للأعمال الطبية المتميزة لمكافحة الأمراض المؤدية في قارة أفريقيا وحضور إمبراطور اليابان وكبر القادة والزعماء ومطالبته الدول المتقدمة بتحمل المسئولية الإنسانية والعمل على توفير الحد الأدنى من الخدمة الطبية لكافة المواطنين الأفريق بتقديم الدعم التكنولوجي والمادي للنهوب بالمجالات الصحية شركات مصر وأفريقيا الوطنية كانت على رأس الحضور وسط الشركات العالمية العملاقة المقاولون العرب والسويدي ومجموعة كيليو باترا أكبر مصدر للسوق الياباني والتي احتفلت خلال المؤتمر بمرور 25 عاما على اختراقها السوق الياباني الذي يصدر للعالم كله لكنه يستورد من مصر مجموعة العربي وأوراسكوم ومودرن ماشنزي ورجال أعمال مصر المخلصين المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس أعمال المصري الياباني الذي كشف عن البدء في إنشاء مصنع سوميتو في بور سعيد وقدم رجل الصناع الوطني محمد أبو العنين خلال كلمته القوية والمؤثرة جانبا من الأعمال والطموحات الأفريقية وقال أن رئيس السيسي تحمل مسؤولية تحقيق أعمال أكثر من مليار ومئتين مليون أفريقي وأن الرئيس طرح أربعة مشروعات عملاقة للنهوض بالقارة السمراء وهي ممر التنمية القاهرة كيبتان والربط الملاحي والكهربائي وأن التورة الصناعية بدأت في أفريقيا وأصبحت تاني أكبر قطع للاستثمار وأنها ستصبح المركز الصناعي الكبير القادم في العالم وأعجبني توجيه أبو العنين في نهاية كلمته أمام قادة أكثر من خمسين دول أفريقية الدعوة لقادة ورؤساء دول أفريقية لحضور الحفل التاريخي لافتتاح المتحف المصري الكبير العام المقبل وهو أكبر متحف في العالم ويمثل افتتاحه حدثا عالميا أما شركة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح والتي لها تواجد تاريخي كبير في مختلف مدن القارة من خلال مشروعاتها الأملاقة التي بحثها مع رئيس زنبيا خلال القمة كما بحث معه التعاون المشترك في مشاريع التنمية المختلفة وكان لشركة المقاولون العرب والسويدي حضورا خاصة خاصة أن شركة سويدي إلكتريك وشركة تيوتا تسوشو وقعت اتفاق التطوير المشترك لتصميم وبناء محطة طينة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لتخزين الطاقة بحضور الرئيس الزنبي وهذا المشروع سيكون من أكبر مشروعات تخزين الطاقة في العالم تحية للإعلامي الكبير أحمد موسى وفريق عمله المحترم الذي قام بتغطية غير مسبوقة للمؤتمر وفعالياته وكان هو الإعلامي الكبير الوحيد الموجود هناك من موقع مبتدى نقرى مذكرة تفاهم بين نيابة العامة المصرية والكويتية لتبادل المعلومات أعلن المستشار ضرار العسعوسي النائب العام الكويتي توقيع مذكرة تفاهم بين نيابة العامة الكويتية والنيابة العامة المصرية لتبادل المعلومات واستجواب الشهود وأضف في تصرحات له أنه سيوقع مذكرة التفاهم عن الجانب الكويتي في حين سيوقع عليها من الجانب المصري النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق الذي وصل مساء أمس إلى الكويت تلبية لدعوى وجهة إليه وأوضح أن أبرز ما تحمله بنود مذكرة التفاهم تتمثل في تبادل المعلومات بين النيابتين والإنابات القضائية والمساعدات القضائية التي تتم وفق القنوات الدبلوماسية لا فتن إلى أن البيانات التي قد تحتاجها الكويت من مصر أو تحتاجها مصر من الكويت تكون مهمة جدا استكمال ملفات بعض القضايا إضافة إلى تنظيم الدورات والتنصيق في المحافل والمواقف الإقليمية والدولية وتبدل الزيارات وإجراء ورش عمل والبرامج القانونية المشتركة من موقعنا مقصد البلد الإخباري نقرأ اليوم صرف معاشات سبتمبر في مكينات الصرف الـ ATM تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد الأول من سبتمبر صرف معاشات شهر سبتمبر لعدد 9.4 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه وأكدت الوزارة على ضرورة تيسير عمليات الصرف من المناتد المختلفة موضح أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقات تأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف المكينات الصرف الألية ATM ومنافذ مكاتب التأمينات أعتبرها من صباح اليوم الأحد الأول من سبتمبر حيث أن معاشات المحاول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد وعددها 33 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 26 مليون مليون جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحاولة على البنوك وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليون جنيه اعتبارا من يوم 10 سبتمبر وأكد محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي أنه قد تم اتخاذ كافة الاستدادات للازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ورضو من انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تدليل أي عقبة قد تواجهها السادة أصحاب المعاشات دروح لبابة الأهرام ومنها وزارة الطيران تستعد لفتتاح عمل تطوير مطار شرم الشيخ خلال أيام تستعد وزارة الطيران المدني لفتتاح عمال التطوير خاصة مشروع توسعة مبنى ركاب رقم 2 بمطار شرم الشيخ الدولي المقرر افتتاحه خلال الأام المقبلة والتي تشمل زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 7 إلى 9 ملايين راكب سنويا وتطوير المنظومة الأمنية الداخل وخارج المطار وكذلك الأسوار الخارجية وتركيب أنظمة كاميرا مراقبة حديثة وكاونترارة الجوازات للتأكد من انتظام تشغيل خاصة في ظل الكثافة التي تشهد المطار حاليا مما يساهم في انسيابية حركة السفر والوصول داخل مطار وتبدل جميع الجهات العاملة في عملية تطوير الجهود والاتدام بالمعاعد للانتهاء من العمال وفقا للجدول الزمني المحدد الجدير بالذكر أن مطار شرم الشيخ الدولي يحضر باهتمام بالغ من قيبة قيادة طيران المدني للارتقاء بها تطوير خدمات المقدمة للركاب خاصة لما تحضر بمدينة السلام من أهمية ومكانة دولية كونها وجهة مصر الأولى أمام السيح والوافدين من مختلف أنحاء العالم كما تعد الملتقى الرئيسي للكثير من الأحداث الهامة والمؤتمرات الدولية التي يتم ناقتها على أرضها من الوطن السكة الحديد استلام 1300 عربية قطار خلال 40 شهر لتطوير الهيئة أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة تعمل حالة تحديث أسطول عربية القطارات لفتن إلى أن صفقة 1300 عربية قطار جديدة تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخ الهيئة بهدف التطوير وتقديم خدمة جيدة للمواطنين وأوضح أنهم من المتوقع وصول أول دفع من العربية الروسية الجديدة والبلغ عددها 30 عربية في نهاية ديسمبر 2019 حيث سيتم تويد الصفقة بالكامل خلال 40 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع مع شركة ترانسماش هولدنج الروسية لتصنيع العربية الجديدة وقال رسلان في تصريحة للوطن أن صفقة 1300 عربية عربية تشمل 1300 عربة مكيفة بينها 180 عربة درجة ثانية مكيفة وتسعين عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفي مفتو مكيفة و500 عربة درجة ثالثة مكيفة و500 عربة مميزة عادية وأشار إلى أن الصفقة تكلفتها الفعالية تقدر بـ 22 مليار جنيه بالإضافة لإبرام عقد صيانة للعربات وتوفير قطع غير اللازمة لمدة 15 عاماً مقبلة بجانب إنشاء خط إنتاج مشترك بالاشتراك مع مصنع 200 ألحب نروح للمصر اليوم ومنه نتابع فوقين بميداليتين في مصابقة التصميم الهندسي الدولي شارك 15 طالباً وأربعة من أعضاء هاية التدريس بكلية الهندسة بجامعات إنشامس وأسوان والمنصورة بدعم من المركز التميز في الطاقة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية U.S.A.D. في المصابقة الدولية لتصميم الهندسي روبوكون 2019 التي استضافها المعهد على مدار إسبوعين بمقره بولاية ماسوش 6 الأمريكية في معد ماسوش M.I.T. للتكنولوجيا بالإضافة إلى حضورهم ورشة عمل بعد المصابقة حول منهج التصوير، التصميم، التنفيذ، التشغيل والذي يعد أحد الأنشطة التعليمية الهامة في المعهد أعلنت نتائج المصابقة الدولية لتصميم الهندسي روبوكون 2019 والتي شارك فيها 55 طالب من كليات الهندسة من 10 دول هي البرازيل، تايلند، الصين، سنجافورة، كوريا، المكسيك، مصر، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بفوز الفريقين لذين شارك فيهما طالباني واتلان مركز التماس في الطاقة بالمديليتين الفضية والبرونزية بالإضافة إلى حصول المركز على حق استضافة مسابقة تصميم الهندسي الدولية روبوكون 2021 لأول مرة في مصر بجامعة أين شابس ننتقل لشأن العربي الدولي ومن سكاي نيوز نقرأ روحاني يصعد ويهدد مكرون بتخلي إيران عن التزاماتها النووية حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الفرنسي إيمانويل مكرون من أن إيران ستقدم على اتخاذ الخطوة الثانية في إطار التراجع عن التزاماتها النووية في حل لم تفي أوروبا بعودها في هذا المجال وقال روحاني لمكرون في مكالمة هاتفية وفق ما نقل عنه إذا لم يكن استعد أوروبا تنفيذ التزاماتها فستتخذ إيران خطوتها الثالثة لخفض التزاماتها بخطة العمل الشاملة المشتركة وأضاف كما أورد الموقع الإلكتروني للحكومة الإيرانية هذه الخطوة مثلها مثل الخطوات الأخرى ستكون قابلة الرجوع عنها وتابع لسوء الحظ بعد هذه الخطوة الأحادية من الولايات المتحدة لم تتخذ الدول الأوروبية إجراءات ملموسة لتنفيذ التزاماتها وقال محتوى خطة العمل الشاملة المشتركة غير قابلة للتغيير ويجب على جميع الأطراف الالتزام بمحتوها ولم تحدد إيران بعد ما هي خطوةها الثالثة في تخفيض التزاماتها بالصفقة وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جارد ظريف في مقابلة حديثة مع صحيفة زود دويتشا تسايتونج أن الخطوة ستتخذ في السادس من سبتمبر أعلنت الوكالة الدولية لتقدرها تابع لأمم المتحدة الجمعة إنما يزيد قليلاً 10% من مخزون إيران من اليورانيوم قد تم تخصيبه الآن بنسبة تصل إلى 4.5% أي ما يتجاوز النسبة المسموح بها في أتفاق عام 2015 بلغة 63 مئة في المئة مادلنا ما في أشأن العربي والدولي من روسيا اليوم نتابع مقتل 40 من بينهم قيادات مجموعات مرتبطة بالقاعدة في غارات للتحالف الدولي بإدلب شأن التحالف الدولي غارات على مواقع تنظيمات مرتبطة بالقاعدة في شمال إدلب أصفرت عن وقوع عشرة القتلى بينهم قياديون وأكدت وزارة الدفاع الأمريكي البانتاجون في بيان أصدره المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سين تانكوم إيريل براون أن العملية استهدفت قادة تنظيم القاعدة في سوريا المسؤولين عن هجمات تهدد المواطنين الأمريكيين وشركائنا والمدنيين الأبرياء من جانبها أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أكثر من 40 شخصا من المجموعة المسلحة بينهم قيادات جراء قصف جوي مجهول المصدر استهدف المنطقة بأن كفريا ومعارة مصريين شرق إدلب وأكد المرصد أن الضربات تسببت بوقوع أكثر من سبعة انفجارات عنيفة بالمنطقة الوقاعة بين مدينة إدلب وبلدة كفريا شرق المدينة بعد ظهر أمس السبت بكده تكون انتهت جولتنا في الصحف نروح لفاصل قصير ومن بعد الفاصل أول فقراتنا من فضلكم تابعونا